أبينا عندكم يا ناس الخير كيل عادة معكم الشف أمين في قناة النهار تيفي دايماً من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مباشرةً عادة يوم الجمعة راح نخدموا معاكم ديروسات فاسيل ماسيل هاي لين شابين تعصيف تعرس تانيك سيرتوليوم وحين نظوروا شوية العرس وأيضاً راح نعطوكم وصفات تحلية كلاسيكية هاي لين ناس قاعد تحبها بصح ما كاش لي خدمها فضل وحين نحن نشروها غير من عند الإباتيسية وحين نخدموها الهناية باش نقدروه نولو نخدموها فضل حاجة نتشحها وهاكي مادنة ديجالي كروة صنغ دا نزيد ونخدموه أيضاً دوت الرئيسات اليوم راح نخدموه سلاطة البرغل بالفاكهة وفاكهة البحر وحين نخدموها بالفاكهة وفاكهة البحر أيضاً البلا تعناو للطابق الرئيسي راح نخدموه المتوم المتوم لي حين نحكو عليه المتوم العروسة حين نخدموه بصح نعطيكم كيفاش تكيلو وتكالكولو في العرس اللي عندكم يعني العرس غاشي بزاف وقدامنا كيفاش تخدمو المتوم في العرس وتحسبو له باش طيحو في الحساب ديالكم وعدنا التحليه باري بغست بزاف اللي تعرفوها تتخدم بلا بارتاشو سيتان كلاسيك تالا باتي سيري فرنساز بزاف الناس يحبوهم بالصح ما يخدموهم شدار يروحو يشروهم عند البولانجيز دونك نعطوكم العروسات كيفاش راحا تكون دونك التحليه تعنا هي الخرنية اللي حين نخدمو بيها اللي اباس دي باطاشو لاباتاشو خدمناها معاكم ديجا وعنا دوك نروحو ديراكتورمو للمقبيلة نعطوكم لزنجليديون المقبيلة عندنا خمسمائة غرام نتاع برغل اللي حطيناه في الماء مدة ساعة وخليناه يشرب المتاعو ويولي طري دونك عدنا البرغل خمسمائة غرام عدنا حبة نتاع بصل عندنا لانانا حوالي واحد كات ولا سنك طرنش عدنا الكونطالو حبيبة اللي نخدمو بيها عندنا ايضاً لاكروفات اللي كلنا حطيناها في القارس والتوم باش تكون عندها انكويصان شيميك هنا لاكروفات منطيبوهاش فوقنا شوفو ديجا كيفاش ولات طيبة حطيناها مدة واحد سواعة ولا حطيناها وخليناها داخل القارس وكانت كاين طهي كيميائي ولا انكويصان شيميك عندنا زيتون كحل عندنا الكورنيشون وعندنا ايضاً النعناع وعندنا زرودية هادو ما اللي راح نخدموه بالزرودية دايماً ندخلو ان الليجوم باش نقدرون ملحقو المنمو منطروا الليجوم بار 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 يعني بلاولا هنا اللي حقو كي تحسب البورغل بورغل في بارتي دي ليجوم ساكل اللي هو القمح ضنك رانا في الكات ليجوم ندورو لبصل سيتان كوندي منتاني سيتان ليجوم رانا في سنك ليجوم ندورو يفروي هكذا نقدرو نكونو مدينا سيعة نتعطاقها تعنا فلاجورني تعنا ضنك هادو ما الوصفة الاولى الوصفة التانية اللي راح نتحدثو عليها راح نخدمو معاكم المتوم المتوم كيفاش نخدموه نخدموه حنا اي نكون تيتي صغيرة متاع دار لكن احين نعطوكم كيفاش تكالكوليوه في وصفة كبيرة ضنك عندنا خمسميات غرام لحم الخاروف مدينا من الاكويس ولا دينا من الاكويس تاعنا وقطعناها بهات شكل قطعناه صغير عندنا ايضا كيلو متاع فيونداشي عندنا تلتميات غرام متاع الحميصة الحميصة هنا اللي كونسيديري كوم يعني انا كونفانيوه عندنا اللوز اللي كوننا حمرناه عندنا الكمون الملح والتوم سيطريزة امورطن هاد لزينجريديون هادوما راح نبدو بالوصفة الاولى اللي هي المتوم من بعد نروحو للمقبيلة تاعنا والتحلية اهلا قبل ما نروحو للمتوم نروحو نعطيكم لزينجريديون تاني انتاع التحلية عندكم لاباتاشو وعندكم لكخيم بخاليني عندنا الباباتاشو سهلا عندكم بحوالي اه اه تروازه اتakالي تكيلوه يعني تكيلوه في الكاس 330 غرام ما يعادل 33 سنتيليتر ولا 30 سنتيليتر بتاع الحليب عندنا 4 حبات انتاع البيض عندنا حوالي 270 غرام انتاع الفارينا 270 غرام انتاع الفارينا وعندنا ايضا 90 غرام انتاع الزبدة وعندنا 4 حبات انتاع ولاد الجاج عندنا امبانسيتسال وعندنا 3 مغارف تاع السكر لانها تحليه ولابات لازم نجي حلوة دونك الروحو الكرام براليني اللي راح نخدموها هي سهلة عندكم سوى تشريو براليني يعني او نارم وديروه سوى تخدموه عادي تخدمو البرالين تاعكم عادي سوى تخدمو يعني فوزالي يعني ضوني او نارم ارتيفيسيال بين الكارامل ولكافي باش تخرجو هاد لغو هادا تاع البراليني تخلطو لدوز اكستري كوم تقدرو تديرو البراليني كوم تقدرو تخدمو الكارامل والموكا الكارامل والكافي باش تخرجو لغو تاع البراليني ولا تخدموه كاريمون البراليني تخدموه في المنزل اللي تخدموه بالسكر وايضا الجوز ولا اللوز نقعدكم سوى البندق سوى الجوز سوى اللوز اللي تخدمو به البراليني احسن البراليني يكون بالبندق لانه البندق هو اللي فيه اللي يمدلكم الزيت كتر نق تحكمو تضعوا بسكر مفرسيه فوق الجوز تضعوا الجوز تستفوه يكون منقية بيانسير لا يكون منقية ثانية نورمال لكن من المفرسي يكون منقية الجوز تضعوا فوقه كما نعمل فين نعمل تضعوا الكرامل تحكم من الفوقه في كويتان تخليه وهي برد تكسره تحطوه في الميكسر وتضعوا حتى يولي اون بودر كاريما وتخدموا بها الكرام تحكم أوبير لكي تخدموا البراليني سي كرامل باتيسير زائد زبدة زائد البخاليني لكي تخدموا الكرام البخاليني اللي تكون هي الفوقه نتاع باري برست لكي تكسروا شراسكم وتجيكم سهلة في الدار وتجيكم سعبة باش تخدموها كاريمون بلا كرام باتيسير وديروا لها الكستريت كارامل وديروا لها الكستريت دو كافي خلطوا يعني مغرفة مغرفة تاع قهوة الكستريت كارامل وكستريت كافي خلطوهم في الكرام باتيسير تاعكم قبل ما تعقد قبل ما تعقد كي تكون هاكداك حليب لذا كل تخلطوها وتجيكم ديروا البيض وثمانين غرام من تاع الفيكولون وتخليوها في قنات تخمر بالتأكد بالتأكد لها فشرق مغرفة 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 تاعكستريت كارامل مغرفة تاعكستريت كافي كافي ديروا الحليب 3 ارباع تحطوهم يسخنوا مع الاسم مع السكر والزيكستري تحطوهم يسخنوا تاخدوا الربع اللي بقى لكم متاع الحليب تخلطوه بالبيض والميزينة تانيك تزيدو تديرو تخدموه تحطوه دكوتي وتزيدوه في الحليب كيكون سخون وتبدو تخلطوه حتى تتولي لكم عندكم انكرام هاديك الكلام هاديك كي تولي عاقدات نحوها من فوق النار تحطوها داخل باتر وتحكمو 80 غرام منتع زبدة و تفويتوها بالزبدة اللي ما حبش يدير زبدة يقدر ما يدرش زبدة و اللي يحب يدير زبدة يديرها يرجحها ينكرام موبر كي ما حبيتو دونك احنا نعطوكم الوصفة وانتو ما حبيتو تنزعو الزبدة و تخلوها ينكرام باتيسير كاريمون بلقو تعلو بخاليني معليش انو تحبو تزيدو لها الزبدة زيدو لها هنا نروحو شعلو النار نحطو المرميطة تسخن تعنا في الوصفة التعنا نبدأ وقلنا دايما بالطابق الرئيسي لانه هو ليش طياب هنا عندكم الغنمي موك عندكم لا كويس ولا عندكم لو جيقو ضانيو هنا ما كله الانساني دير الماتير غاس لهنا يا باش يعني يحمر الحمتاعو الحمتاعو يعني القرى هادا كرح يتلقوه الغنمي كيكون الغنمي دائما وابدا تحطوه كاريمون وكنتاكت ديتاكت مع النار تكون المرميتة تاعكم سخونة بزاف وتخدموها الناس اللي يخدموا العرس نعود نظور ليكم كيفاش تحسبو كي تقدرو تديرو كبيرا تعمالمتووم ولا تعم تعمه الطابق هادا اللي هو شعبي بزاف يعني والناس يحبوها بزاف العرس تخمو عندكم 3 البولة تعالى فيونضاشي 3 البولة تعالى فيونضاشي فلسيات وعندكم 1 م inadequate ما عدbehه بالبقري היكوين لكم او 이용ائكوين بجانب العالمي صلى guy وأهند يدوى 1 م硬 1 م dernière التي يدوى بلج 1 وصل 50غرام في الحبة 50غرام في الحبة وما يعادل 150غرام في قولها وعندكم أيضًا مع الم�� لا تطعفو 100غرام لكاطيح Elliott يدعدين لك التي تكون دخلتها في 250 غرام منتاع الافيون لذلك تكونوا في الغاسيون تعكم وفي الغاسيون تعكم عادي قوتيديان اللي تقتانيوها في الجورنية تعكم تأكلوها لذلك الهنايا المتووم بزاف اللي ديرو له المعدنوس سيفو بزاف اللي يخلطو له بصلوتوم سيفو بزاف اللي ديرو له ايضا لاشابلوغ يزيدو له لاشابلوغ سيفو سيفو كاريما فو كيفاش نعاقدوو لافيون ضاشي تعنا سيطري فاسي لافيون ضاشي تعنا تاخدو دايمن ان ريسيبيون تحكمو لافيون ضاشي تحطوها بهذا الشكل تاخدو التوم هنا اللي متووم يحب التوم ضنك ناخدو اللي هنا يا زوت سنينات تعتوم او لتلت سنينات تعتوم في الكيلو بهذا الطريقة هادي ضنك بالحب نديرو اللي هنا يا بهذا الكيفية تحكمو التوم بتاعكم لازم يكون بيان اشي تلت سنينة هنا يكفونا نزيدو سنينة تالتة كي ما راني نخدم تخدمو ما مكي تكون لابورسيون كبيرة كي تكون لابورسيون كبيرة هنا يا عندكم في ال احنا قلنا في الكيلو تلت سنينة نخدمو 10 كيلو في العشرة كيلو عندكم 350 غرام منتاع التوم في العشرة كيلو تا الحم مرحي عندكم 350 غرام متاع التوم وما يعادل ربعة ريسان متاع التوم ربعة يعني ربعة تت ربعة كاتتت ضاي وتكون دو بريفيرانس تخدمو بالتوم اليابس ما تخدموش بالتوم اللي يكون خضر بسكو التوم اللي يكون خضر راح فيه بزاف اللي فيبر فيه بزاف الماء راح يولي لكم قاع المتوم متاعكم يبدل لكولور ولقوتاعو يضور ايضا هنا ناخدو انكوية اكافي وما يعادل 15 غرام 15 غرام في الكيلو 15 غرام انتاع الكمون في الكيلو والا هايك 15 غرام وكيلو نحطوها بهذا الشكل هدايا هنايا المرميطات تعنا سخنت ناخدو الافيونت تعنا كريمو ونحطوها بهذا الشكل هدايا والا زيدو نشعلوها مليح ونحطوها وخلوها تتقلة بعقلها ما نغطوهاش ناخدو الملح الملح هنايا ما تنسوش كاين واحد الحاجة موهمة على بالكم بليك الملح الكمون مالح من عند ربي سبحانو الكمون مالح دايمن الملح يفوالي مولو ناخدوه غير حوالي 6 غرامات او نصم غرفة متاع اتاي ونديروه هنايا ندخلوه لزينغريديون كي ما راكم تشوفو عدنا لزينغريديون حطيناهم هادو هما لي كاينين الملح نخلطو كلش معا بعد بايش تكون عندنا الافيوند متاعنا منكها مقاع النواحي والا بهاد الشكل بهاد الكيفية هادي والا ونحطوها هاكدا وناخدو حبا بيد في الكيلو حبيبة نتاع البيض في الكيلو او 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 اخدمتو بعشرة كيلو تاع الحمد عندكم عشرة حبات نتاع ولا دلجاج او 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 البيض ودخلوهم بهاد الطريقة او فارس تاعكم هادية اللي هي الافيونداشي ما لازم لهمش المعدنوس ما لازم لهمش البصل ما لازم لهمش ودخلو ما لازم لهمش بانهمش او 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 التالي لا بدك التالي ان تقوم بكا الافيونداشي لو تنترى الالالروز ان الافيونداشي سيقل المنصد وستقوم بكاذا وهو فيكولون في الافيوند ونخجر ن COMPUT يجب عليكم مدق شوية تقيل في هذه الوصفة هادية هنا نأخذ لابيوند منتعنا كما رأيكم تشوفوا خلوها بهذا الشكل هدايا تتقلى غير بعقلها هنا كي تبدأ تتقلى وتبدأ تعطينا نشوفوا بيك بدأ تلسق فلاسيرفاس تاعنا واش نديرو ناخدو البصل تاعنا اللي عندنا حبها بصل ونحطوها بهذا الشكل هدايا مع الحم تاعنا هنا كي نحطو البصل نغطو كي نضغطو باش نخلو البصل يخرج شوية المتاعو سيطريز امبورتن في الوصفة هادي هنا كمنا الافيوند منتعنا ونخلوها تربوزي في جيهة باش من بعد نبوليوها عالوالو بس الخير امني هال انا واشراكي بخير امي لذات بخير امي لذات واشرا مخاوتنا متزيو الزورة ملاحة لذات الحمدولله بيحفظكم ان شاء الله واربي يستركم ويستركم ويستركم والله غيلنا الحمدولله عز وجل ربي ورحمتو ربي حفظك الله يهنيك الوصفة على قلب اللز اخي امي واش قلتيلي الوصفة على قلب اللز لا تنجح ليش درتها عندي ثلتي ام اللي درتها فاش ما نجحت ليش فاش ما نجحت ليش لازم بيتها انا ما بيتها اش خدمتها لا لا بيتها لازم تبيتيها هادك هو الصح ولا ما بيتش القلب اللوز ما درتي والو اي بات لازم سينو راح يجيك هي بس ما راح يجيك مليح لازم تبات لازم تبات لازم تبات الخطرة اللولانية لازم تبات الخطرة اللولانية ويضاء الدوزيام أيضاً تبات لطب الأولانية السكر والسمن والسميد لازم يباتوا بسكو حد يرين لهم الماء سخون قطلهم الماء والمزهر يكونوا سخونين نديروهم ونخلطوها تبات في ساشي ماشيف الفريقو بره ومن بعد غدوة من ذاك نعود ونحطوها في الخلاط ونزيدو لها أربع كاس تاع المازهر ونقعدو نخلطو حتى تتعلك من بعد نحكمو سنيوة نحطوها في سنيوة سنيوة تعنا نديرو لها السمن نحطوها في سنيوة نطراسيوها نطراسيوها غير من الفوق وندخلوها في الفرن مدة ساعة بالصح عندك نص ساعات عاودي تتجيب ديها تعاودي تتراسيها احتلال تحت وديري لها السمن تحتها من بعد تعاودي تدخليها للفرن زي دي تخليها نص ساعة وحد أخرى اذا باكر اخي يعملها بطح ايضا سمعيني وتضيفي لها الشربت بردة لتكون لافيا تكون واجدة واتكون لافيا تضيفي لها الشربت تشربيها مليح بريتلا ونصف ريتلا ونصف 600 غرام 600 غرام بشكل سكر وريتلا ومئتين نتا علمات تعمل لك ريتلا ونصف تسقيها تغطيها وتخليها تتبات العيلة باش غدوه من داك 24 ساعة من بعد تقسميها وتقدري تساربيها شكرا اخي امن يعطيك صحة والمرحلة الثانية البيتزا ايه درتها البيتزا تاني ما تقولش ما نتحط لكش البيتزا تاني مش بتهاش من ما نتحط لكش مش بتهاش من هالي درتها مش بتهاش درتها درتها تع سنيوة كنتوا دي موندي تولي البيتزا تع سنيوة كنت درتها دي سنيوة دي كوفر دي طالعة شوية نعم نعم هل يجي طلعة شوية لكم البيتزا ترادسيونة الي مولفين نديرون نعم ها توضح اخي امن اكلا نشعج جعب نحا بارك راحبي حافظك و ان شاء الله ربية حافظك الاخت باربي خليك ربية خليك ان شاء الله بك هنا ايهكم شوفو كيف هاش رانا نخدم هنا اهنا الافيوند بتاعنا بدا تتلق البصر بدا يتلق شوية المتاعو والافيوند بتاعنا بدا تتلق وهذا هو أكثر مهمة لأنهم سمعوني مليح إذا نبدأ ونفعل المادة الدسيمة كما سيكون السمن أو الزيت أو الزبدة أعرفوا بلاك كلافيون ضاشي رأي فيها لغا كلافيون ضاشي سأتلق لغا تحها كما تلق لغا تحها سيكون عندكم أنيكسية دوغا كين واحد لاستيوس باش يجيكم بنينا يجيكم بنينا المتووم متاعكم دايما كيتروحوا عند البوشي في الكيلو تسمعوني مليح في الكيلو انتاع فيون ضاشي قولوا لهم يرحي لكم واحد ثمانين قرام خمسين إلى ثمانين قرام انتاع الشحمات على الكلات على الغنمي سيطريز امبورطان باش تقدروا تاخدوا الافيون ضاشي الناس اللي تقول لك أنا نحب الافيون ضاشي يطروا عند البوشي تقولوا الافيون ضاشي ارحي هالي ارحي لي جيها لي ما فيهاش لغا ياخدوا الروم ستاك ولا ياخدوا يعني من هاد من هاد الانواع تعلق هانكم غالطين باسكو الافيون ضاشي كي تترحى ومبعك ما تكونش فيها لغا راح تقول ناشفة ما تقدرواش تاكلوها جي ناشفة ويابسة وما تقدرواش تاكلوها دايما تقولوا للبوشي تاعكم يرحي لكم خمسين قرام ولا ثمانين قرام من الشحمة تعلق لا بريفيرنس باسكو هي سيلا بلوشي تاكلوها ما مكي تديروا الافيون ضاشي بتاع بقري بسح توجور ترحولها شوية الشحمة تاع غنمي دايما دايما توسيولها شوية الشحمة انتاع غنمي هالا هنايا نقعدو دايما نقليو في الافيون ضاشنا بهات الشكل وهنايا دايما تمرقو دايما وابدا تمرقو دايما بالما سخون باسكو لو كان ما تمرقوش بالما سخون ووش راح يصرا؟ راح يصرا يعني انشوك بما بارد و الحم سخون نوك الحم سخون كي قيسوا الما بارد راح تكوبي لا كويسة وما راح يطيبلكم من بعد راح يبقى لكم دايما هاكداك عاصي لبولة تاوعنا نوجدوهم ونحطوهم دي كوتي بهات طريقة باسكورا هيك شايدا ارو 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 بس الخير امرا فيق انس الخير والدي امين عاش منسمع صوتك الله يخليك والدي بصراك ربي يحفظك ان شاء الله ويهنيك ربي يحفظك ان شاء الله الله يسترك ربي يحفظك ربي يحفظك امين جماعين يا ربي امين انعم يعني معاك نعم دايما راح يقولك امين مدنا المعجونة الكرطوس انعم المعجون المعجونة الكرطوس ان شاء الله باذني الله هاي نديرو هادسمانا نديرو برب ان شاء الله الكرطوس مش مش الكرموس الامجلسة هذاك لا الكرطوس وش قلتي لي الكرطوس ايه الكرتوش هاي المعجون ايه مكاش مشكل نديرو هاد اليامات نديرها ان شاء الله احنا قادي نتبعو فيك امين كل يوم ونشكرك عربة صفات يدير فيها اربي خليك ان شاء الله اربي خليك والله امين صدقنيك في القيمة اربي خليك تعارفي امرافق كاين مام واحد 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 المعجون راح نديرو هاد اليامات معجون انتاع القشرة تعدلها تعارفيه على ازامي درتو ايه تعارفيه او لا تعارفيش لا لقصورة الدلاء نعرفه بصرح المعجون تاعو ما درتوش ايه من بين احسن احسن المعاجن اللي كاينين ويمد واحد القوة ما شاء الله بزاف الناس معلومات ايه صحي ما دي بينا ما دي بينا امين تعلموا منك راحين نديرو ان شاء الله نديرو هاد اليامات ولو نحكموا واحد كلت ايام ولا نبدأوا نديرو فيهم المعاجن هاكده باش نفيدوكم ونفيدو راحنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا نعاتل متابعة امينة ربية حافظة والبصف هادي درتيها تعدلها ايه ايه راحين نخدموها هاد اليامات نخدموها ما شاء الله اوعدنا اوعدنا شوية تاع القشور تعدلها ما حبيناش محبيناش نرميوه نخليوه بالعاني هاكده باش نخدموه به المعجون تعدلها من بين شوفي نعطيك واحد نعطيك واحد العفسة المعجون تعدلها القشرة تعدلها من بين احسن المكونات اللي يتمدل قوة للانسان اهام تعدل قوة ما شاء الله يخدمو من بها الدوى؟ من هنا من بذلوش من هنا من هنا كلش وساهل وساهل بزافة ماشي واعرة اهام والله ساهل بزاف وبنين بزاف وما يشتش ليه تاني نديرون وعدك وزيد ندلك تاع وزيد ندلك ان شاء الله بإذن الله نزيد ندلكم معجول نتاع الكرطوش وندلك المعجول تاع بزاف يعني بزافة وكهلية راح ينخدموا بها هاد اليامات من شاء الله ربي يأطيك القوة ورجوب يعطي الجهد ورجوع ليعاونك بإن شاء الله ربي أحفدك بك تحية بركة مين هو بيد شير تفضلي ربي أحفدكتك وان شاء الله تحياتي لهم زكريا ربي أحفدوها مايشتعيي الطهو� لا يزعفانها منا لا 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 نستزعفانة ane3 أوع posha مايظعفانا لا ام نrån selling orders أراي فاكون سيما لأتيك لا 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 أي مابلك محكمة تشبرك أربي يحفظها أربي يحفظها هي ودلولة وهم الأسد والأختي عيطت لك الأسبوع المفاتة أمينة هي فلة هي فلة زوجة عامو عبد العزيزم السبتة يتبع فيك التحية كبيرة كبيرة أربي يحفظها إن شاء الله ويتبعوا فيك أمين خطوة خطوة ويتبعوا في الوصفات تلك ويشكروا فيك أربي يحفظكم إن شاء الله ويسجيكم إن شاء الله إن شاء الله يا أرحمه الرحيمين أربي يحفظك إن شاء الله نضевой طيبة أيضا 50 غرام لا تتعدى 50 غرام في الحبة باش تقدروا تروحوا يعني في الميزان تعكم تعد تلت حبات في لاصيات تعكم دونك الهنايا كي تكونوا تحسبوا دايما تحسبوا بهذا الميزان و 50 غرام ماشي طيبة 50 غرام بروت صدير كي تكون 50 غرام لا بورسيون تكون خضرات دونك جي كوما بي بري هاكدا الحبة انتع الحبة انتع المتو ما لازم تروحوا صغار بزاف لانه لو كان ديروها صغيرة بزاف تزيد يخرج لها المتاحة راحا يعني ما تشدلكم شطياب مليح هنايا حاجة واحدة نسيتها هنا زيدنا شوية كمون حوالي 6 غرامات متاع الكمون وزيدنا درنا شوية ملح فلا سوس وخليناها لحمتاعنا يطيب دونك اللي هنايا قتلكم سيطري زين بورتنو اللي عدنا اللي هنا الحميصات تعنا طيبة دونك خلو شوية كي بداي طيب الحم باش نديرو الحميصات تعنا نزيدوها في هاد المرميطة هادية طهي تحا كيكون الحم الغنمي حوالي 40 دقيقة باش يطيب الطاجين كيكون الحم البقري تلحق ساعة ساعة وربع منك ساعة ساعة وربع وطو ديبون كيفاش تقطعو الحم تاعكم ولا قطعتو الحم تاعكم بهاد الطريقة 45 دقيقة 40 دقيقة ماكسيموم ولا قطعتو مرسوات كبار حتى في الغنمي يلحق الساعة متاع الطهي لكن تريز امبورتن جامي طيبوهم او منطن دايمن الحم يطيب واحدو من في العراس كي تكونو تخدمو العراس كي تكملو طياب بتاع الحم تلحيوه تحطوه او افار وتغطيوه بينسير باش ما يكحللكم ش الحم ومدابيكم ديرولو شوية تاع السلصة باش ما يكحاش كين بزاف الناس اللي كي يكملو يديرولو يدهنوه بسمن خاطع فادح لانو كي سمن ينشف رح يكحللكم الحم منتاعكم دونك ما ديروا اسمن تخليوا واقدا كديرولو اللاصوس بالفوق شوية باش يقعد تجور امبيبي وما يكحللكم ش الحم وحطوه دوكوتي وغطيوه سوى بابياليومينيوم سوى تغطيوه بغطيوه وتحطو الافيون باشي تاعكم رطيب فهاديك اللاصوس بالدات طريز امبورتن ثاني كين حاجه اللي لازم تعارفوه اصل الامتووم سي بالغنمي كلش مئة بالمئة غنمي اصل تاع المتووم مئة بالمئة غنمي عندكم الافيونداشي ديرو من دايما طيبو يعني ترحيو مجيقو وايضا اللحم لو مقصو دافيوند سوى ملكتف سوى من رقبة هاد الزوج هادوما ليخدموا بيهم بزاف لكن حنا يا مع دوك العراس وقعم النايال ان الغنمي شحال يعياء يعني ما يكفيش الناس دونك يتاجهو دايما للبقري باش هاكدك يقدرو بش يقدرو بش يقدرو بش يقدرو بش يقدرو يعملو بيه دونك هادو هوما الافيوند نتاعنا انا وجدناها بهات الشكل حطوها دوكوتي نخلي وحتيطي باللحم تاعنا باش نحطو الافيونداشي ناخدو البرغو الدايما نحطوه بهات الشكل الهنايا ناخدو ايضا الهنايا نبدو نقطعو فلي فروي بتاعنا دونك عدنا الهنايا الكنطالو دونك نحكمو الكنطالو نقطعو بهات الشكل هادايا هالا دايما نحطو هاكده ونبدو نقطعو بهات الطريقة هادية ونقطعو بهات الشكل هادا دونك هنايا الكنطالو راح ينقطعوه دونك حين ليحبو لي عندو تانيك الكوية الكنطالو يحب يقطعو مدوور يقطعو مدوور دونك حنا هنايا قطعوه دونك نحاولو زريعة تاعو دونك حبا كيما هادي تكفينا الوصفة هادي تبوكل حتى التمن اشخاص حتى الهنايا الافيوند نتاعنا والطاجين نتاعنا نتاعلمتوهم يوكل حتى الست اشخاص دونك هنا ناخدو كانطالو التاعنا ونقطعو بهات الشكل هادا ايا هنايا نروح ونحكمو الموس دايما كيما راهو هاكده ونقطعوه في الوسط بهات الطريقة هادية باش يكون يعني كيما زرودية اللي كنا مقطعينها بعد ما طيبناها يعني شوية طيبناها في الماء و الملح و شوية سكر سي نورمال باش تقعد توجور عندها ليتان سيرونس تحا سير توكسيتون صالاد دونك لازم الانسان كي يكون يخدم في السالات يخلي لها توجور ناكولور تحات على ليغوم سي طريز امورطن كيكون لاكولور تا على ليغوم ونبدأ نقطعو فيهم بهات الشكل هادا ايا حتى يعني واعلا دونك كيما راهو هاكده ناخدوه انسوكل ونحطوه كانطالو التاعنا بهاد الكيفية اللي هنال كيف كيف لي زنانا تانيك نقطعوهم ليحبي يخدم بلانانا فري يخدم بلانانا فري ليحبي يخدم بلانانا اون بوات يخدم بلانانا اون بوات تانيك مكاش اشكال ونقطعوها بهاد الكيفية هادي دايما وعلا الطريقة. ألو ألو. ألو سيدة حدا. ألو سلام عليكم. ألو ألو. ألو ألو. ألو ألو. السلام. خير. شراك يا بيس. نقصي. نقصي لي برك للتليفزيون. باش نسمعه كمليه. حراوي جيني الروتور تعالى الكلام بتاعي. وشراكي. ألو. ألو ألو. وشراكي. لا باس. ربي يحفظك ان شاء الله وانتي وشراكي. بس نعيط لك باش نشكر كبارك. ربي يحفظك. ربي يخليك ان شاء الله سيدة حدا. ربي يخليك ان شاء الله. ربي يحفظك وياك. ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. وياك. وعوتيها الارويسات. ما يفضل اختيتبتها ايه. لازم في القناة عندها وقتها انشال الله. بنا نعم كتبتها. مش عارفة مش natives ن��تها. مش عارفة نماذا نحن فتح ribass like�專ال احنا ما نتقوم بمخبروه حاجة لنا نعرفها نقسموسها معكم. الله الله ربي احبذك. شحامل من هذا نكتبته ليك. اربي خليك ان شاء الله. اربي يحفظك. بالغي لي سلامي لكل ناس جلفة عين والسارة. اه قع ريجيون. احتل لغوات. احتلت الحكة اللغوات. اربي يحفظك. الله يستر. اربي يحفظك ان شاء الله. واياك واياك حدا واياك. اربي يحفظك ان شاء الله ويهمنيك. اربي يحفظك ويعيشك ان شاء الله. موكهنا ناخدو البرغول تاعنا. ناخدو زيت زيتون. تبعوني مليح. غير شوية برك وحكلت ملاعق تعزيد الزيتون ناخدو الهنايا كاريمون لزانانا تعنا ناخدو ايضا الكنطالو تعنا وهنايا ناخدو كيما راهو كيما كان نخليناه في التوم في القارس نحكموه كيما راهو كهكدا نديروه نحطوه ديرك تومون الهنايا والقارس هدايا نخليوه دكوتي نحطوه دكوتي لانا راحين نستعملوه فيه من بعد نستعمله في الاريساتين تعنا نتاع السلسلة راحاتمشي معاه ناخدو زرودية تعنا ايضا اللي كنا غليناها شوية نحطوها ناخدو النعناع بينشر من اشيوه بزاف النعناع لانه لو كانت اشيوه بزاف راح يكحال لكم ناخدو ايضا لكوغنيشون نحطوهم بهاد الكيفية ناخدو ايضا البصل تعنا نحطوه بهاد الكيفية وناخدو الزيتون كيف كيف ونحطوه هاك دك نحطو الهنايا نبدا ونخلطو الانجريديون تعنا كي ما راهم نخلطوهم بلا ما درنا ملح ما درنا والو علاش لانه راحين نرجعو القارس يعني في ال فوسمو في الصرصال اللي راحين نخدموها باش نحطوها في يعني الداخل ناخدو الهنايا كي ما راهيك ناخدو القارس وناخدو زيتون تعنا حوالي 3 او 4 ملاعق تعزيد الزيتون اللي يسحقوهم ليحاصف غايت رياني يمدنا انبون انتريت ريبون غو ناخدو خلاط بسكونا بسكونا لانه يجب عليك بسكونا بسكونا ونعطوهم بها الطريقة هادية كي ما راهم نحركو ونخلطو في الانجريديون ونخليوهم دو كوتي يبصوربه قاعد هذه السيكة و البنة لكي تحضروا فيها نحكمهم وضعهم دو كوتي نحضرها ونصدر مايوناز طمبي لذلك هنا كنا خدمنا خدمنا البارح وعودنا حبطناها باش خدمنا بها باش خدمنا بها باش خدمنا بها اليوم حبطناها بالخل حطينا مايوناز كما بريبارناها البارح وحبطناها بالخل حطينا لها الخل شوية تاع خل حوالي في الهناية كاينزوج حبات انتع البيض مع زوج كيسان تاع الزيت وحبطناها بكاس انتع اتاي تاع الخل باش جي اسيد يوليم ليح خلطناها دنا الاشياء معدنو شوية توم بيانسير وحطيناها تقوتي بورا كومباني لاصالات تاعنا دوركا نروحو الى الديسار ولا التحليا تاعنا قولنا نخدمو باري بريست لذلك يجب مننا في الوصفة الكرام اللي كنا خدمناها الكرام براليني والله الكرام اللي درناها اللي صافر انتع الكرامل باش نخرجو الكرامل الكرامل لغو دو بخاليني هنا يناخدو ملعقة ولا ينسباتو كاريما ونعمرو بهات الشكل الابو شا دو اللي باش تكون عندكم الابو شا دو دو باش تكون عندكم الابو شا دو اللي توجد لكم لابات تعكم اللي مور اللي توجدوها دوها في الفرن على درجة 180 درجة مدة الطهي يتحها رح يكون 25 دقيقة كل واحد والفور تاعه لكن من بين 20 و 25 دقيقة وقران ماكسيموم تخرج لكم بهذا الشكل هدا احنا كنا قسمناهم باش نربحوا الوقت تاخدوا موس دايما تاخدوا موس لتعلم انشار تحكموه بهذا الشكل هدا ورتخرج لكم هاقده شوفوا تبعوني مليح كيفاش اجيكم تاخدوا الموس الهلا وطريعوها بهذ الطريقة هادية وتاخدوها بهذا الشكل هدايا وطريعوها بهذا الكيفية هادية دايما وتحلوها علي زوج وتغيوها مفيدية هدى تلقاوها مفيديا الداخل هنا يصير باري برس تاخدو بالحبة نبدو نخدمو بالحبة تاخدو دايما تقطعوها تاخدو هنا كي ما راكم تشوفو وتعمروها بهاد الكيفية هادية هادي هي باري برست باري برست هي مدينتين في فرنسا دونك زعما شغلها ديستانس تاع باري برست باسكو كي تروحو تديرو باري برست شوفوها كيفش جايا سي شغل ديرو ان غران رمبوان تعودو تدخلو فيها وتحطوها بهاد الطريقة هادية كي ما راهك هاكدا نزيدو ان ديزيام نديروهم قاع والا والا وما تعبزوش جامي تعبزو لكورون تعكم دايما لكورون تعكم تخلوها يعني تحطوها من فوقها بهاد الكيفية هادي والا تحطوها دايما بهاد الكيفية هادية نزيدو واحد اخرين جامي تعبزوها باسكو اللو كان تعبزوها رحين تفزدو قاع لو قاتو تعكم هالا بهاد الشكل وتزيدو تحطو هاكدا بهاد الطريقة هادي باغيو غاز تعكم وتخلوها هاكدا كاين اللي يخدموها بالكريمة تاني يقول لك نديريون كرام شانتيه ونخدمها بان يقدروا يعني ماشي موحال تقدروا تخدموها بلا كرام شانتيه اوسي كي ما حبيتو لكن الاصل تحا هي هاد الكريمة يرانا نخدمو فيها والا تخرج لكم ما شاء الله وكاين كاين ايضا بيحب يدير يعني ينطر مانيار تاع باريبراس دونك وش يدير ياخد بهاد الشكل هادا يا نعطيكم ماني اكزمبل ولا نجيبو هادية اخر نزيدو نعمرو الكرام اللي عندنا ورح نعطيكم طريقة اخرى باش تعمرو بيها اللي تعبيو بيها الباريبراس تاعكم نعاودو نديرو الكريمة اللي هنا يا شوية باش نوريو لكم كيفاش اموديل تاع الباريبراس اخرى كيفاش تجي يعني نوتر موديل كيفاش تجي ناخدوها هكذا بهاد الشكل هادا يا نعمرو نعبيو كي ما نقولو احنا يا وسمود تاعنا نجيبو اللي هنا يا انكوران واحد اخرى نعبيوها بهاد الشكل تبعوني مليح والا تبعو وناخدو اللهناية شوفو كيفاش نديرو ناخدو اللهناية الحبة التاعنا بهاد الشكل ونزيدو نديرو لها بالفوقها والا نكورونيوها من الفوق ايضا حتى تاخد يو الله نديروها بهاد الشكل بدون كايين بزاف ليمانية اللي نخدمو بيهم اهلو اهلو السلام عليكم تاعنا انك تثق بالناس بفرح وصولون بان سير بان سير بان سير الناس اللي راي تعيطنا ولو كان ماشي الناس اللي حبتنا ولو كان ماشي الناس اللي شجعتنا ونرانا الحقنا في هذا الضمان هذا اللي هو الطبخ وايضا التلفاز لو كان استغفر الله يعني انسان ما يلحقش لوين يلحق له لان الناس هما اللي شجعوك وهما اللي يعطولك القوة باش دايما ترحلي القدام دو كيفاش ناس كيما هادوما اللي يسعدوك في حياتك وخلاوك وعطاوك زيادة هاداك ودام كيفاش ما تفرحش كيتقابلهم لازم تفرح تفرح دراع عليك وتحبهم دراع عليك اخ امين انا حبيت نقولك باك بالي ان انا فنان من مدينة في خاصنطينة ايه الله الله وقاصنطينة قاع فنانين اخويا نازيز الملوف الله الله شيخ طه الفرقاني الله يرحمه الله يرحمه برحمته الله شيخ كبير الله يبارك وعنده الله رولاف عنده الله رولاف ربي يحفظ عندنا. يا عندنا يا يا رب احفظكم. يا يا رب بنت محمد بنتم. الله يرحمه. الله يرحمه برحمة الله قاعدوا يتوفى في نانين ربي يرحمهم. ربي يرحمهم برحمة الله. وربي شاء الله توفيق على توفيق ان شاء الله. يا خوة. يا خوة ولا جيت اجزايري وخدمت شوية يعني عيطنا نجو نسمعه شوية. والله لا يطولي ديمان نغني في خفيفة الاني و هااااااا ايه ربي يحفظك خوية العزيز اه صافي بليزير نفرح والله نفرح سلطين امدين تاوا و بلاد الرياس ربي يحفظك انشالله لا يعيشك الله يزيك الله يحفظك ذاتي يا امين ان شاء الله و نحكموك عكبة ان شاء الله نفرح بزيار بكم خوية العزيز ربي يحفظك بليزير آآ ربي يخليك آآ ركش اللبسنا بزب زب 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 يعطيك صحاب وربي يحفظك خوية العزيز ويقول ذلك قانت النهار بيهم هما المخيّران يشتيهان أيضا في الجزائر بيهم هما لي نقدروحنا نقسروا معاكم ونحكو معاكم سيقرا صحيو تانيك يا ربي يحفظهم ربي يعطيهم ويمليهم إن شاء الله قانت النهار نشتيها خطر ما هي يحفظوا قد قد يا أخوة يا صح يا كاشو كاشوين يقيل الزاوش كيف يقولون ربي يحفظك خوية العزيز الله ينميك وربي يسجيك آآ بوسها بوسها أسمع أخوة محمد أعطيها بوسها في راسها وقلها أقل لك شف دعينا شوية ربي يحفظك الله يحفظك تدعي لي لي وليك ربي يحفظها لك إن شاء الله ربي يخليها لك صحيت ربي يحفظك خوية العزيز شحي قز الظهار يمان قز نهار زي تعي قز نهار سلام عليكم ربي يحفظك ويسجيك خوية العزيز ربي يحفظك نعم الرجال إن شاء الله الإزارتي يستوعنا الإلجيريان ما شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله وربي يسجيهم هناك كمنا لدينا 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 بشكل ديكوري لا يستطيل لدينا 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 يا ربي هادو شابين تاني هادو يخرجو سيلي ما تانيك والله احنا انا انفا ديكوري ربعة والاخرين نخلوهم نحطوهم خلوهم دي كوتي باش نقدر دعملو بهم ضوك هادو هماليز انغريديون يكوت وريتهم لكم موك هنايا ناخدو طريبا ستعنا اللولانية موك ناخدو هادية اللولانية نحطوها بهات الشكل شابها بزافة الله الله موك نزيدو لطروازيام خيرو غير شابين تريشيو شوية عاكم تعارفوا وها هيك لكاتريام الله الله موك هادو مادو كنكملو لهم لا ديكوراسيون فينال ايضا عندنا اهالو عادل خوية خوية العزيز خوية عادل وش راك وش راك مينو سبح بيدي اربي يا حفظك اربي يخليك خوية عادل وش راك وين راك اربي يخليك خوية عادل وش راك قولي قولي وين راك في ال 24 فبري لا لا اراني اربي يخوية عادل وش راك ايلا الله اربي يخليك خوية عادل وش راك راك في باس دو في ايكزاكتو موضا صحيت خوية العزيز رجال واقفون وينت خوية صافة خوية والله غير الحمدول الله عز الواجد باسكو نحبكم سي نورمال اربي اقولك حاجة يا اخو والله غاش راك فوا نحب نزقيرك وزقيرك لا استطاعي cemetery ا venيضا ان ان ت عنضف seen اxualت comp bisog arrives يا اخو يا اهوا امين لله يا رب يسجك وبرك الله بك صاحبي رب يحرق رب يسترق رب يسترق ويصجك رب يحرق رب يحرق يلござيك سي اقولك kingdoms وي رب يjis SEO انا النيف ايضي والله انا سألوك نقول لك ماذا نحب نبقى الناس كاس منها المطلع برك ياكو المطلع المطلع يحدى بك وش تحب؟ المطلع وتعيز غير بالمطلع بك وش من البلات حب؟ مهام يخيش يخيش شوف شوف بش حب المطلع، بش حب تغمس ااااااا بيبي تحب تغمس تحب التغمس الله الله لا انا انا تغمس رزاف عدل والله لا انا عربي عببي والله يخو الله Yeah, Paola. بعمل، هذه تمام mooi. ربية أحافظك لجيب. أربي يعرف والمعنى و Checkerle. تحية خاصةidos منoudنا لي، أليكم بأعاقتكم بك. أريع بعناك أمي الله إن شالله يحفظكم إن شالله. بارك اللهم فيك خوية العزيز. ربية ورفو. أربي أحافظك خوية العززيز. وأحافظك وإياك. ونسأل닥. فاصل ونوار ديكوراسيون فينال يعني كيف شرانه لدريساش تاعنا تاع البلا بينسير على باكم البلا أصلي نعطولو اين ديكوراسيون أصلي كيما راكم تشوفو هنا نزيدو شوية السلسة لانه يحب البلا تاعنا يحب السلسة ضونك سجمو البوردور تاعنا القارس اكم تعارفو يحب القارس هاد البلا تاعنا تقدروا تديرولو القارس ويعني تحطوه تبرزنتيوه بهاد الشكل هادا ينزيدو ندرنو شوية لديسير تاعنا كيما راكم تشوفو ونحطو الهنا يا لبلا تاعنا اللي هو شبح طابلة الجرواز ضونك هنا زندرنا كونا زندرنا في الحبيبات تاعنا الهنا كونا زندرنا الوسمو اللوز اللي بقالنا كيما راكم تشوفو ضونك حطيناه يطيب معاه وتقدروا تحكمو تانيك حفنا زيدو ديكوريو بيها من الفوقه ما بقالي غين قولكم ياطيكم صحة يا ناس الخير اللي كنتوا اوفياء معانا في البرنامج عندكم صالات تاع البرغول بالفواكه والجازر والكروفات اللي طيبة بالقارس ودرنا لها انفينيقرات بهذا الشكل هدايا باش هكدا يعني الانسان يقدر يتناولها كما يحب الخاطر دايما نحطوه الهنام على فينيقرات تاعنا ديكوية باش الانسان يقدر يسير بيل روحو بلا يعني ما يوسخ خلاصيات تاعو عندنا ايضا المتوم على الطريقة التقليدية وعطيت لكم المعايير والمقاييس انتاع كل يعني الانسان تقدروا تخدموه بهم في العرس عندنا ايضا باري برست على الطريقة الكلاسيكية اللي خدمناها بهذا يعني الاباطاشو خدمناها بهذا الطريقة تقدروا تخدموها في المنازل تقدروا تديروها ايضا كبيرة كما حبيتو تقدروا تخدموها حتى ديقات وضاني برسير يخدموهم بلاباطاشو في الوقت اللي رانا فيه ما بقى اللي غنقوكم يعطيكم صحة كل الجزائريين ربي يحفظكم اللي مرض ربي ان شاء الله يجب دلهم الشيفة وان شاء الله اللي راهم مسافرين ورام فيه غرباء ربي يرجعكم سالمين غالبين كم الجزائريين تحبوا بيناتكم متسامحوا بيناتكم ولازم تكون المودة هذه من صفاتنا ومن شيامنا ومن شيام المجتمع الجزائري ما بقى اللي غنقولكم ليعطونا وحكمونا ربي يحفظهم ولين محكمونا شو الخطرات الجايية ان شاء الله الحاجة ما تنسيش دعينا بالخير تحية الجزائر سلام